سؤال مهم هو اللي محتاجين نسأله أثناء الاستحواز على الكورة ليه دايما كنا بنشوف فيه تلت الملعب الأولاني فيه لعيبة بشكل كسيف من متخب مصر أوقات كان بيكون فيه ظهير ومعه الاثنينة سنتر باكات ومعه الستة اللي هو مرانة عطية أوقات كنا بنشوف لعب رقم 8 هو اللي موجود والظهير هو اللي طير وفي نفس الوقت كنا بنشوف الباقي كله متقدم لقدام بشكل ملحوظ جدا وشايفين سطارة دفاع كابفردي قادرة تخنق تخنق عليها لمصارات التمرير أو بمعنى أدق مش ليه كنا بنشوفه لكن ليه ما كناش قادرين نكسره وفي الحالة دي السؤال لازم يتوجه بمنتهى القوة لمرانة عطية مرانة عطية النهاردة في معظم الصلاعات الصناعية أو عملية افتككة الكورة بشكل مباشر كان قادر ينجح وكان قادر يخلق بشكل ملحوظ لكل الناس إنه هو شكل جيد وإنه هو تقريبا ما كانش بيخلق صلاعات بشكل قوي أو ما كانش بيخسرها بشكل قوي ولكن الدور المهم جدا على اللعب رقم 6 واللي تقريبا إحنا في مصر بقالنا كتير مش مركزين معاه أو ما بندلوش الاختمام الكافي ألا وهو دور اللعب رقم 6 في عملية كسر ضغط الخصم كل مرات اللي كان حجازي وعبد المنعم فيها معاهم الكورة واللي بالمناسبة أدوارهم بالكورة كانت أحسن بكتير من الممبرات اللي فاتت على أقل كان قادرين يحفظوا على المسافة اللي بينهم وبين بعض وبالتالي كان فيه عملية صعوبة لمهاجم كابفردي عنه هو يفعل لهم مسارة التمرير ولكن كانوا بيتفاجئوا دايما أنهم معاهم الكورة وقدامهم سطارة دفاعية مش بسيطة إطلاقا علشان يوصل لأول لعب رقم 8 واللي كنات بتفاجئ بيه كل مرة هو أنه مروان عطية كان بيكون في الغالب على نفس الخط مع محمد عبد المنعم وإحمد حجازي أو على الأقل هو وايف على نفس الخط مع لعب كابفردي المهاجم رقم 9 وما كانتش ولا مرة بيحاول يستلم الكورة وضهروا للملعب في أماكن دايقة بين الثمانيتين بتاع منتخب كابفردي أو قدامهم بعد أول خط ضغط وبالتالي مروان عطية ما أمش بالدور ده إطلاقا وبالتالي كنا دايما بنشوف إما حمد فتح بيحاول ينزل استلم أو إمام عشور بيحاول ينزل استلم أو مصطفى حمد بيحاول ينزل استلم لأنه تقريبا تقريبا كل العب منتخب مصر بما فيهم الأجناحة اللي هم زيزو وعمر مرموش حاولوا ينزلوا يستلموا قبل الخط الضغط التاني بتاع منتخب كابفردي إلا مروان عطية وكل مرات اللي مروان عطية استلم فيها في المساحة دي عمل بساط سهلة جدا متوقعة جدا دول أدنى محاولة الخلق خطورة لخطة فع منتخب كابفردي أو لخطوط ضغط منتخب كابفردي لأنه مروان عطية لو كان قادر يقوم بالدور ده بشكل كويس كان على الأقل قادر يسحب واحد من التمانيات في منتخب كابفردي اللي هم بيدغطوا في السفرة التانية أو في خط الضغط التاني فبالتالي كان مفضة التمانية وقدرنا نخلق الأفضلية العددية لمنتخب مصر على طرف المطرف زي ما كان بيتمنى روي فيتوريا وبالتالي مروان عطية كان بطيء جدا كسول جدا حركته تقيلة جدا في عملية الاستحواز وبالتالي ما كناش بنشوف أي إبداع أو أي فرص لاختراق السفرة التانية من منتخب كابفردي